العوامة بثلاث مكونات من مطبخ آلاء ايزولي مثل ما عودتكم بطريقة كثير سهلة وناجحة 100% بدي كوب حليب دافي راح دويب فيه معلقة خميرة وضيف عليهم كوب وربع طحين او حسب نوع الطحين اللي عندكم المهم حرك منيح من تحت لفوق لحتى اوصال لهذا القوام بتركها تتخمر ساعة بفضية من الفقاعات مشان ما تفقع وقت القلي بجهز عندي الزيت الغزير والحامي ولبان ما يحمى الزيت بدهن جهاز اللقيمات من جوه كتير منيح ومن مدخل العجين ولانه دهن ناب الزيت لحظوا كيف نزلت العجينة بكل سهولة بقلبه خلي النار وسط وبلش شكل اللقيمات برفع ايدي شوي وبنزل كل ثلاث لقيمات بمكان مشان ما يلزقوا ببعض واذا بتحبوه فيكم تشكلوهم بالكيس او بالمعلقة بقليان مع التقليب المستمر نص قليا وبحطن عجنب لحبته يبردوا وهذا سر الارمشة ترجع بقليان وشتاني ومتل ما لكم شايفين بشيلون مباشرة عالقطر البارد تصفيان وبزيانون بالفستق الحلبي ويلا ندوء شو رأيكم بنوتات تس طيبة ماما يسلم ايديك تس طيبة ماما يسلم ايديك